مين زالتي منه او كنت مستاءة انه توقعتي منه يسأل اوي ويبقى جنبك اوي بعد وفاة الفنان الكبير محمود ياسين ربنا يرحمه يا رب ويخفر له وخزلك لا والله انا مش فاكرة حد مهم خزلني انما كل اللي كانوا مهمين بالنسبة لي واللي كنت محتاجة يبقوا حواليا كانوا موجودين الناس بقى قليلة اللي انا عارفة ان هما اصلا مش يعني انا بالنسبة لي مش مهمين لكن ممكن كانوا هما على علاقة كويسة اوي بوالدي فكنت اتوقع منهم الاكتر وما حصلش اه بس اه شفت ده حصل ده لكن انا بالنسبة لي انا هما نفسهم بالنسبة لي مش مهمين اللي هما يجوا يعملوا لي السابورت يعني لأ كل الناس قدلتك ليه حطوا اسم هلافاخر انك زالتي منها قال كانت من مقربين وحستتي انها مش مقربة بعد الوفاة لا يمكن عشان ما جاتش مثلا لا معرفش ما عرفش ما عزتني يعني ما عرفش ايها ما جاء انا مش وفتاش العزة كانت من مقربين ليكو قبل وفاة الفنانة كبير لا اشتعت مع باب كثير مثلا لكن انا معرفش هلافاخر ليه بالتحديد يعني قالوا هلافاخر معرفش يمكن بيطرحوا اي اسمه خلاص يعني جايز جايز يعني خلي بالك اليوم العزة الناس ركزوا في حاجات كتير قوي يعني ركزوا في السلبيات مش في الايجابيات اختروا قصص مثلا مش موجودة اصلا مثلا ده يقول لك اصل شهيرة مكنش عايزة نجلقى فتحي تيجي نجلقى فتحي دي قريباتنا اصلا ده غير ان طول عمرهم ايه وامي صحاب يعني فالواقع ناس عايشة مثلا على الافلام ان مهمي حتغير بقى عشان نجلقى فتحي طول عمرها الكابل اللي مع بابي على طول تمام هيكي موافقة لان وقتها كان عادي ما بتجوزته بعدين يقول لك ايه اميرة جداوي بنت مدامرة جداوي اميرة مختار تشدوا مع بعض وانا كنت زعلان عليها عشان نشر شتمتها على الفيسبوك قد بتحكيلي فانا كنت متضايقاوي ان هم اشتموها فبيطلعوا ان انا وهي تخانقنا يعني بصي بيطلعوا شوية حاجة طب ليه طلعوا برضو يا رانيا دي برضو مناسبة سألك ان الفنانة الجميلة شهيرة زعلت من الفنان عادل امام عشان ما سألش وقت المرض الفنان محمود ياسينو وقت زعلو لا 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 ما فيش الكلام ده خالص بعدين انا كنت بشتغل لوقت المرض بابي طب فبي لو الدور مش كبير او مش حلو اعمله ولا قال لي بقولك ايه عادل امام تشتغلي معا عادل امام بيجيب النجاح كده باللفز بيجيب النجاح سؤال مهم